متى رزقك الطاعة ورزقك الغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة أيها الإخوة الأحباب هذه حكمة جليلة تبين لنا أن طاعة الله عز وجل من أعظم نعم الله على العبد نعم نعم الله تعالى كثيرة والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والإنسان إذا تفكر في آلاء الله عز وجل كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يعد نعم الله عز وجل عليه من كثرتها لكن تبقى أفضل النعم وأفضل ما يعطاه العبد أن يهديه الله عز وجل إلى الإسلام وأن يوفقه إلى طاعته سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أيها الإخوة هذه أعظم مننا وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها علينا أن هدانا لهذا الدين العظيم الله عز وجل امتن علينا بهذه النعمة وكان بعض السلف يقول ما أنعم الله على عباده نعمة أفضل ولا أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله أفضل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا أن عرفنا لا إله إلا الله أن دلنا عليه سبحانه وتعالى وأن هدانا لهذا الدين العظيم الذي هو سبب سعادتنا في الدنيا وسبب دخولنا الجنة في الآخرة ولذلك أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والعقلاء من المسلمين والصالحون كانوا يرددون الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وبعد أن هدانا الله عز وجل إلى الإسلام من أعظم النعم علينا أن يوفقنا إلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على منهجه سبحانه وتعالى فطاعة الله عز وجل من أعظم النعم ونحن في صلاتنا نقول لله عز وجل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب وفقنا يا رب أعنا يا رب ثبتنا على الهداية وجعلنا ممن يقتفون أثر الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم نذهب إلى سورة النساء لنعلم من الذين أنعم الله تعالى عليهم الله تعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الذين أنعم الله عليهم النعمة الحقيقية أن هداهم لهذا الدين وأن وفقهم للثبات عليه الرسل والأنبياء والصالحون من عباد الله عز وجل تعرضوا لابتلاءات في الدنيا شديدة لكن النعمة الثابتة عندهم هي نعمة معرفة الله عز وجل ونعمة عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى فمن أراد أن يقتفي أثر الرسل فليعمل بعملهم وليطع الله عز وجل كما أطاعوا وليستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنعمة هنا هي نعمة الإسلام نعمة الهداية إلى الحق نعمة معرفة الحق والعمل به والتمسك به غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي أبعدنا وقنا شر طريق المغضوب عليهم والضالين طريق الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه وطريق الذين لم يعرفوا الحق فعبدوا الله تعالى على ضلال والعياذ بالله لا نريد هذا ولا هذا نريد أن تهدينا صراط الذين أنعمت عليهم ترجمة نانسي قنقر